الكاتب الصحفي سيد أبو الهول أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذه التغطية أهلا بك تعرف غزة جيدا وتعرف أهل غزة واليوم الحديث بشكل واضح عن الاستهداف المباشر للمدنيين وهذه الجزئية أريد مناقشتها معك كيف تقرأ والمفهوم الآن لدى إسرائيل بأن أهالي القطاع يجب أن يذهبوا من المناطق الشمالية من مدينة غزة إلى مناطق جنوب وادي غزة ماذا يعني ذلك من دلالات وما رسائل إسرائيل والجيش الإسرائيلي من خلال هذه الدعوات يعني بالتأكيد هناك أهداف إسرائيلية كثيرة من وراء يعني كبار سكان شمال غزة وغزة على المزوح جنوبا جنوب وادي غزة أولا هو يحاول إخلاء المنطقة من السكان حتى يساعد ذلك في حالة ما فكر أو كان مستعدا للقيام بعمل بري يعني هو لم يكتفي بذلك هو سبق ذلك بقصف مكسف وتدمير المربعات سكانية كاملة في شمال غزة وفي غزة الآن يريد أن يستكمل ذلك هناك أنباء عن استخدام قنابل خاصة بالأنفاق ولديه الآن مزيد من القنابل التي ربما استخدمت استخدامها للجيش الأمريكي في جبال تورابورب أفغانستان لهدم أي أنفاق على مسافة كبيرة تحت الأرض هناك إضعاف للروح المعنوية للشعب الفلسطيني تدمير لممتلكاته وربما هناك هدف آخر هو إنشاء حجز نفسي بين المقاومة والسكان السكان أو أهل غزة الآن يلتحمون مع المقاومة يساندون المقاومة لكن بعد الحروب دائما ما يكون هناك عادة تفكير ولماذا وصلنا إلى هذا الأمر وما إلى ذلك علاوة على الهدف الآخر والذي ترفضه مصر وتحاربه وهو مسألة ترحيل سكان غزة إلى سيناء وإلى مصر وتنفيذ مخطة الترانسفير في اتجاه الجنوب كما كان واضحا من دراسات إسرائيلية رسمية عرضت في منتدهر سيليا للأمن الإسرائيلي وعرضت على فترات متباعدة من خلال سياسيين ومن خلال مسؤولين حتى أمريكيين أن يتم توسيع غزة إلى منطقة العريش أو أن تصبح غزة هي الوطن البديل للفلسطينيين وأعتقد كل هذه سيناريوهات موجودة في رأس الإسرائيليين علاوة على العمليات لكنها ليست موجودة في العقلية العربية أو حتى العقلية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة بكل تأكيد سيدي المشكلة ليست في العقلية المشكلة أنك عندما تكون تحت ضغط وقصف متواصل ويتم تجويعك وتعطيشك قد تضطر للخروج لتنجو بحياتك هذه هي الحياة الإنسان ينجو حاول أن ينجو هنا إذا ما خرج سيحاول الإسرائيلي أن يخلق أمر واقع ويمنع الناس من العودة هذا جزء من الفكر الإسرائيلي والمخطط الإسرائيلي وهو ما تمه 48 و 67 ويخطط بشكل دائم إذن هو لديه سيناريوهات كثيرة هو لديه أيضا لكن أمور مختلفة الآن سيد أشرف أبو الهول قبل أن نناقش السيناريو الآخر في السيناريو هذا الآن الظروف المحيطة مختلفة عن 48 و 67 اليوم الأمور مختلفة على صعيد الوعي الفلسطيني الجمعي بأن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى حاضرة قضية المفاوضات على قضايا إنسانية تحسين حياة الناس أصبحت جزء من الماضي ما قبل 7 أكتوبر اليوم المطالب أصبحت وطنية حتى لدى الفصائل يعني ما كانت تطالب به الفصائل لإيقاف مثلا الحروب الأخيرة فتح معابر وما إلى ذلك اليوم يتحدثون عن تحرير السجون داخل إسرائيل من الأسرى الأمور اختلفت أليس كذلك؟ يا سيدي أنت تتكلم في مثليات أنا أقول لك في حالة استمرار القصف الإسرائيلي والملاحقة لو أنت في غزة وتعرضت للملاحقة والتجويع والضغط يعني ستضطر للخروج هذا حدث في كل مكان على سطح الكرة الأرضية هل الذين هجروا في 48 خرجوا برقبتهم؟ هل الذين هجروا في 67 خرجوا برقبتهم؟ الضغط الإرهاب القتل يعني عندما تتحرك القوافل للجنوب ثم تقصف عندما يتم قطع القهرباء والمياه والنت وكل شيء في النهاية هذا قد لا يكون جزء من القناعات ولكنه شيء اضطراري يحدث ونتمنى أن لا يحدث وأن يكون هناك صمود وأن يكون هناك أيضا ضغط دولي سريع على إسرائيل لأن إسرائيل ما ترتكبه حتى الآن مذابح لا يمكن أن يتصورها عقل ولم تحدث من قبل حتى في 48 و67 و56 ولكن للأسف هي تحزب مباركة أمريكية وهناك تهديد بأن الأسوأ قادم هناك المزيد من الأسلحة التي تتطفق والجنود الموجودين والتهديد بغزو بري واستخدام أسلحة جديدة الوضع شديد التعقيد وشديد السوء ويعني المشكلة ليست مشكلة نظريات وعواطف ولكن هم يقومون التنفيذ سيناريو جهنمي سيناريو الإجبار الناس على الخروج وليس الخروج برغباتهم وهذه هي جزء من سياسة القصف القصف المستمر والمتعاقب للناس وكلما خرجوا من منطقة إلى منطقة أخرى قصفوها إلى أن يضطروا الوصول إلى هذه المنطقة هل رأيت جموع الناس وهي تخرج يعني ربما لا تحمل أي شيء وألاف الأسر خرجت وهي ليس لها قريب أو صديق في الجنوب لتذهب إليه ولا توجد أي منشآت يمكن أن تستوعبهم مدارس الأنر ومقتزة عن بكرة أبيها كل شيء للأسف صعب جدا ولذلك نتمنى السلامة لأهلنا في غزة ونتمنى أن يكون هناك ضغط سريع على الولايات المتحدة قبل إسرائيل لوقف هذا العدوان ترجمة نانسي قنقر